لو أني أعرف في عطري سحراً سيحرر أو تارك لجعلت العالم أزهاراً من حب ترويقي ثارك لو يمصح وجهي منديلاً قد يحمل حتى آثارك لحزت عطوري إن لمست ما صفح يوماً إذ فارك يا مرحبا فيكم يا سعد وقاتكم يا رب تكونوا بخير وصحة كويسة كتير بيسألوني عن العطور الأكثر جاثبية للرجال أو الأكثر إثارة للرجال وهذا الموضوع يعني بيختلف من رجل لآخر ومن دوق لآخر بس بهذا أو بهذه الليستة المكونة من ست عطور اخترت لكم تجربتي مع العطور اللي بهواها كعطور تعتبر بالنسبة لي على الأقل يعني جذابة وقت تشمع على الست أو الأكثر إثارة بتحرك شي بالعواطف ممكن البعض مننا يكون داخل في النوتات الحيوانية اللي ممكن تكون أو العطور يكون فيرموني والآخر ممكن يكون لايتي وفريشي بيسطح بالليالي الدافئة خلينا نقول بين الأزواج ما بعرف عبركم أكتر من هيك ولكن العطور أزواق ومنها المثير ومنها المنفر وهذا الموضوع راجع لزوقكم بطلب من الأخوة الرجال طبعا يعني مراعاة الضوق الست وقت يختاروا العطور اللي بيستعملوها وبطلب من الستات يراعوا ضوق الرجل بالعطور يلي بيستعملوها وخصوصا وقت اللقاء ولكن بيرجع الموضوع كمان كيف بتتفقوا الطرفين ليكون هذا العطر يعني جذاب لكلهما يعني وهذا الموضوع أكيد يعني ما بينقسكم منه ومن الزوق والفهم محبت لألكون خلونا مع الفيديو برايت كريستل أبسولو فيرزاتشي عطر زهري فواكه للنساء تم اصداره عام 2013 العطر مقدمته اليوزو الرمان ورائحة الماء قلب العطر اللوتوس الفوانية وتوتو العلايق والمجنولية وقاعدة العطر تتكون من العنبر المسك وأخشاب المهونجي أورا موغلر موغلر عطر شرقي للنساء هذا العطر تم اصداره عام 2017 العطر مقدمته البرجوموت وأوراق الرواند قلب العطر براعم البرتقال والروائح العشبية واليانج اليانج والكوماثري قاعدة العطر تتكون من البانيليا بوربون وأخشاب العنبر وخشب الصندل والكومارين عطر زهري للنساء تم اصداره عام 2000 وأتت بعده نسخ عدة من هذا العطر ومقدمته البرتقال وتوتو العلايق والبرجوموت وقلب العطر المجنولية نجيل الهند والفلفل والقاعدة خشب الصندل العنبر والمسك عطر زهري فواكه للنساء تم اصداره عام 2017 مقدمة العطر الليمون والتفاح أو تفاح جراني سميث وقلب العطر الأذريون والياسمين قاعدة العطر الأمبرود والمسك ديلينا اكسكلوزيف بارفيومز ديمارلي عطر شرقي للنساء تم اصداره عام 2018 مقدمة العطر البرجوموت الكاموتري والليتشي قلب العطر الورد التركي البخور والعود قاعدة العطر الأخشاب العنبر والبنيلية ديور أديكت كريستين ديور عطر شرقي زهري للنساء تم اصداره عام 2002 وأيضا أتت بعده عدة اصدارات من هذا العطر كسلسلة ومقدمة العطر ثمر العليق وأوراق اليوسفي وقلب العطر براعم البرتقال زهر الشمعية الياسمين والورد وقاعداته خشب سندل التونكا والبنيلية اشتركوا في القناة